السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقتنا لهذه الليلة من الوقفة السادسة في رمضان يتموش يتموش معناها الحقيقي والظاهر في معناها الحقيقة هي يتمضمض والتمضمض هو تحريك الماء في الفم بقوة أو على خفة ومعنى يتموش بالمصطلح الجيزاني هي يتمضمض وهذه ينطقها العوامة من الناس والرجال الكبار السنة الذين لم يتعلموا المسائل الفدهية أو كلمة يتمضمض ما يتعرفها إلا بعدما قرأ ليليا ولا قرأ ليليا ولا شرح له في المساجد ولا قال له كذا ترى هذا يتموش معناته يا عمي ترى يتمضمض معناته وأحيانا ما قد يسألها شيخ ويقول له أنا يا فلانت منوشت كثير ودخل في جوفي أو دخل في بطني ما هل صيامي صحيح ولا فسل أنا تراني يعني تدلك أنا خايف يومي راح عليك هذا يجوز ويصحي إكمال صومك ولا فيه ولا أي حاجة لأنه ليس باختيارك وثاني حاجة أن هذا الشيء ما هو إلا تحريك الماء في الفم ورميه خارج المعدة فكل شيء خارج المعدة لا يفطر بالمرة إلا الجماع الجماع أيضا هذا من الكفارات المغلضة عليه لا يجوز ويفطر صائم وعليه كفارة عظيمة مغلضة فلهذا النساء تقول أنا موش تراسي بشوب أو بفكس أو بعمل تحادي هذا لا يفطر كل شيء خارج المعدة قلنا لا يفطر لا يفطر إلا ما كان داخل المعدة من الأكل والشرب والجماع والإبر المغذية وغيرها فلهذا نطمئن الجميع الذين لا يعرفون في مثل هذه المسائل أن حتى الماء الذي تستحمبه أو الكحل أو أي شيء خارج أو فرس أو بخاخ أو أي شيء خارج وليس له جرم يدخل إلى المعدة كله جائز ولا يفطر وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال